السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الى اقليم اتباهة مع للا امينة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا ما تألك الدكتور الله يطول عمرك لا لا كيجي السحاقيا في اللوضو كيجي في الصلاة كان ماء كان قوة لكي يغلبني لا لا ها إلى الله الحمد لله وخل الأمينة يادعين لنا قوي الوالدة اللي رحمى يادعين لنا تنسوا ولنا ان شاء الله الله يرحم الإقلي妹 يا دكتور جل للمسلمين امين الله ci رحموا الله mine يا ربي اكرم لنا امينة شكرا لك للأمينة شكرا لنا الا امينات الله يطول عمرك ويحفظك للوالدين ويرحمهم يرحم للوالدة وسعلى الرحمات ويجعل في أهل عليين قايم عنا للأمينة ان شاء الله ختم الحلقه للوحة دعوة تكون للوالدين خصوصا دين علينا جميع الوالدين أحياء وأموات ولكل شؤون الحياة دوح الدعوة للخير بقيم عنا للأمينة باشترف عمنا كفة ضرعة وجوابا على سؤالك قضية السهو في الصلاة هناك شيطان خاص يأتي في الوضوء ويأتي في الصلاة شيطان خاص وسواس خنس غيرك تقول الله تجد الوضوء يدخل عندك يقول لك باقي ما غسلتش يديك ربما دلت أغرجوش هذي نسيتها هذي كده يوسوس لك والله يستر نوست لكم كلي كيتمكن منه وكيعود كيتوضى عشرات المرات كيبقيت توضى ويعود يقول وقلت نفست لو قلت بولت طارت علي واحد القطرة على جسمي كده 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 كله من الوسواس كيمرض لإنسان فهي لك الإنسان جاء في الوضوء مثلا وقال النجاسة النجاسة معفوون عنها احنا عدنا الحمد لله في الدين الإسلامي في يوسر كبير تصوروا معي بأن في الدين اليهودي إلكت نقطة ديت النجاسة في التياب الصلاة بطلة إلك غير نقطة دي الليدام في التياب الصلاة بطلة خصوص صلاة لغة تصلي بها طاهرة مئة في المئة نقطة واحدة إما دي النجاسة أو دي التبول أو دي الليدام صلاة بطلة في الإسلام لا ربي عز وجل لا قال لك معفوون عنه كم مقداره حدده النبي الكريم وحدد الفقهة قال لك هو مقدار درهم هتوقع لك مثلا لا قدر الله شي إنسان تبول وطرع لي شي حاجاب لم يشعر هو الإنسان يتوقع ويفرد في النظافة لكن لا قدر الله الناس كبار في السم ولا توقع لهم ظروف صحية أو مرض بالنبولة أو كده فإلى وقع لي شيء من نجاسة إلا كان قدره قليل لا بأس به في الشريعة معفو عنه عاف الله عن ذلك احتقلوا العلماء اشنو المقدار المعفو عنه قالوا هو مقدار درهم الدرهم أو سموه مقدار عين دابة الدابة يعني الحصان أو البغل أو الحمار أعزكم الله مقدار عينه إلا كان هذا المقدار ره نجاسة هذه تتغسل وتبدل أما إلا كان أقل من ذلك فهو معفو عنه فكين واحد إبليس خاص كي يجين في الوضوء وكيبقى يوسوسليك غايته يمرضك ومن ثم تقلع عن الوضوء ثم كين واحد إبليس تاني خاص بالصلاة كل واحد منا عنده ديك القارين دياله غيرك تصليك تدخل الصلاة الله أكبر كي يجي حندك على أدنك كي يقول لك أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا كيبدالك بالأدن اليمنى ثم بعد ذلك كيضر لك الأدن اليسرى كي يقول لك أذكر كذا أذكر كذا وكتبقى تفكر في الأشياء اللي انت مرتبط بها في الحياة اليومية هالخدمة هالكوزينة هالمصروف هالمشاكيل هالتلفزيون هالانترنت هالأخبار انت كتصلي وعيش في واحد العالم آخر بعيد عن ملكوت الله عندك دنيا ديالك خاصة بك وهو يستمتع بأنك وصلت إلى كذا هذا كله لكي يقعك في السهو وعدم الخشوع ولا تستفيد من الصلاة وكل كي يواكبك كي يواكبك هادك يبقى ذلك الوسوة سمع الإنسان ادخل أي مكان كي يقول لك عندك ركين ميكروب عندك ركين فيوريس عندك ركين خطر شوف هادك يشوف فيك را كي ينظر لك واحد نظر سيئة را بغي بك واحد مكروه احضي من هادك اللي يخدم معاك را كي يحفر لي كي را قل المدير وهكذا كي يبقى مريض مع رأسه عنده غير وسوة خناس وهذا مرض خطير جدا إذا تمكن من الإنسان كي يحطمه فربنا سبحانه وتعالى قال لنا من تشعر بأن هناك وسوسة استعد بالله من الشيطان الرجيم قل أعود بالله من الشيطان الرجيم وقلها وكررها وإذا اشتم تمكن منك قلها بالصيغة المغلضة أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته كنقولها كذا باستغل مغلضة أعود بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته كنقولها بطرق متعددة كتسمسغ المغلضة يحترق بها إبليس ويفر عنك ودائما أكثر من قولك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه كتقد لك العمود الفقري وكتقد لك خط تفكير وكتقد لك الخط الإيماني وكتقد لك كل شيء كلمة لا إله إلا الله أيها الأحباب ره مجرد ذكر فيه أجر وتواب ره دواء ره شفاء ره نور ره ضياء ره قوة نورانية يهبها الله تعالى لمن يقولها بصدق ويقين فإن شاء الله تعالى ربي حفظك بنتي أمينة ويطول عمرك ويبارك فيك آمين آمين يا أكرم الأكرمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة